بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف المرسلين اهلا بكم اعزائي الطلبة والطالبات كتاب جانيال مشكورا طبعا بنازل حاجة اسمها اللاتوش فينالة اللي هي اللامسة الاخيرة ودي فيها خمستاشر امتحان والامتحانات شمل الافكار بتاعت المنهج كلها بناشكر طبعا اصري دايما بتعمل حاجات جميلة وبنصحكم باقتناء الامتحانات دي وحلها جميعا هنبدأ نحلها مع بعض يلا نبدأ مع بعض فاول امتحان عندنا احمد مبعوث له من مكتب للرحلات بيقول له فطره رحلتك لباريس بور فوز كوندو يرى لنواصلك اووطر تال بلازا لفندو اك بلازا ساتوتال سترو بريدو لاتور إفال يعني هزا الفندو قيوقد قريبا من بورج إفال ثم من الساعة السامنة إلى يوم سبعتاشر من ثمانية سبعتاشر إبريل وزالي فيزوتار الكابيتال دو نوتر بيه أنت سوف تزور عاصمة بلدنا أكامباني دو نوتر جيد مستحبا أو مرافقا بمرشدنا إيرفي كي فاوزيدار الذي سوف يساعدك أدكوفرير المزير اكتشاف المتاحف لغي الشوارع لبوتيك والمحلات الملابس او سي لغوستوران وايضا لرستوران المطاعم دو باري مطاعم باريس فوزالي منترانون أنت سوف تصعد لقمة جبل بورج إيفل وزالي فرق بيان سور عا تعم الرحلة على نهر السام في باريس بور ووو ديب لأسر سول لتنقل بموفرادك أباري إليا لمترو لتاكسي وغد المترو التاكسيات لبس والأطوبسات وغد الويلو والدارغة نوبيه بوطر أباري فوتو لتنسا ألت تسوير لتنب راتير دارغة الحرارة عن سي مومون في هازي الوقت أباري ستكون ما بين 13 و 17 درجة ما بين 13 ل 17 يعني جو لطيف والأزيز الرحلتك للعودة في مصر سوف تكون يوم 17 إبريل الساعة العاشرة من المطار ست كومباني هذه الشركة تعطي برنامج الرحلة لباريس ما بتديش نصايح ما بتديش أسعار ما بتديش معلومات عن باريس يبتدي البرنامج بتاع الرحلة بتاع باريس أحمد فاري فيغا باريس سوف يصل إلى باريس آه أفيون في الطائرة لأنه قال له مطار طبعا مش في القطار عشان ده عايز محطة مش في الباتو عايز مركب مش في المترو طبعا عايز أحمد فاري سوف يزور باريس طبعا في إبريل وهو قال لي من تمانية لسبعتاشر إبريل احنا بتكلم في الربيع بيكون المرشد بتاع الرحلة أحمد فاري سوف يقضي أباري وانت بترى الجملة شوف فاري ها ده اللي تعليه على المستقبل طبعا هو حيقضي هناك قال له من تمانية لسبعتاشر يبقى تمانية تسعة عشرة احداشر ناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر يبقى في عاشر تيام هو حيقضي يعني طبعا عشر إبريل أحمد حيبا هنا في مصر بقى عندنا وصل بالسلامة بإذن كاسك فوزا فيفه بين دول ويكوند ماذا فعلت حضرتك في عط تانية لسبوع الماضية سوفي جو سوزالي أنا زهبتو والدي اي أم بيدي بوغ من بيدي فرر برنار واسماها قصة مصورة لخويا الصغير برنار شارلوت بتقول جو سوزالي أوسان تروفل أنا زهبتو إلى وسط المدينة بورفر دي كورس سلمو مارسة تتصوق كار مامير لأن والدتي أو بوكو دو تشمينجر كان عندها مهام منزلية كسيرة جدا بوغ أشتري دي بلون دي كريفت أنا اشتريت الأولين في الأول أولا جمبري كريفت شارلوت بوغ سمك ثم بعد ذلك جو سوزالي على بلونجري بور أشتر دي باقيت بعد ذلك جزهبتو للمخبز دي شراء الريش الطويل الشهير أخرج خيار لو فرماسي للمشاهد للمشاهدين من المدينة أخرج جزهبتو شبه الشيط الريش الشراء الريش المدينة أحدش في هذا الصحيان بينما في المدينة مجتهما في المدينة في الصباح سليم لبعدة مع المدينة بينما في الطفل ترجمة نانسي قنقر سيبر صنبار لهؤلاء الأشخاص بيتحدثون عن يوم عطلة أكيد هم بتكلموا عن يوم عطلة عملوا فيه كذا وكذا وكذا لو جورنال للوالد بتاع سوفي طبعا ده الوالد سوفي لوبارد سوفي الجديدة كانت لوالد سوفي توما إيطالي توما زهب عند المطعم يبقى زهب فين توما بقى نبصه كلا توما فين توما عملت بروموناد وروحت ريستوران وشاهدت فيلم وخدت آيس كريم براحل الحلواني محل الحلوية طب سوفي اشتريت طبعا شو سير تالون من الجلد الطبيعي شو سير تالون من الجلد الطبيعي بخدنا كلمة شو سير شارلوتا في دوز أشاة بارسكور لأن والدتها عندها شغل كتير يبقى الكوبي سامر الكوبي والدتها مشغول شارلوتا أشتد بغدوي اشترت منتجات منتجات البحر دولامار بعد كده مكتوبة تونو فو بار دو كافي أنت لا تريد قهوة قال له بلا أريد مانها لأن السؤال يبقى مانفي والإجابة تبقى بالإثبات يبقى خد بلا يعني أنت حتى زبند عمك قال له لا ده هو اللي حيجينا بس هو لو وقعت ما بين سيكي أحط ضمير توكيد يبقى خد لوي يخدش ضمير فاعل بقى ما خدش إيل هو هنا يبقى ضمير توكيد أنت تتنزى دائما في الحديقة قال له أنا لا أتنزه جميع لأن أنا عندي هنا كلمة دو جو النافي بقى أخي عنده ألم طبعا هنا خدنا أو ما خدناش أو لأن في هنا صفة ملكية طبعا ما يبقى عندي جو وفو أدي ضميري بصرف على الضميري الأولاني بحاخد مع جو على تو يعني هو يشتري خبز كلمة خبز مذكر يعني خبز ومذكر شي ليه لأن بعدها عاقل اللي بعدها عاقل تاخد حرف جر الشي على طول ممكن أفك طبعا بس هنا ما فيش أفك أنا مانجي إحنا بناكل جاتو يير سوار يبقى أنا عايز حاجة فيها دو جميل ما عنديش اتنين فيهم دو عندي دي و دي بس حناخد ترو دو على أساس ان اوتون دو بتيجي أكتر للمقارنة فحيبقى معها الكو ما فمي عائلتي قضت أجازة جيدة يبقى قضت يبقى بصي خلنا أفوار هنا على أساس ان بعد بصي في زمن بعد بصي في مدة زمنية بعدها مفعول مباشر يبقى تاخد أفوار ما تاخدش أترو معناها يقضي كمانا في الغامنة رحمة 22 مي باران صان بارتير خلي بالك أني صان ماضي مركب تدي تابعية مي باران عايز أس يبقى أخد بارتير اسم المفعول بابا بارتير في المتابعين يمتعين على مسترقب المسنون في المازل الغامنة الذرة يتعرض للمسنون على موزقري للمسنون لدى موزقري 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 جملة اللي بعدها انت بتقارم بين المدينة والريف انا عايز مقارنة عايز حاجة فيها بيكو حاجة فيها مونكو الى اخره فمن فيش اللي الاولى يعني هم ادي الجملة بالنسبة لي سهلة الريف بيكون اكسر هدوءا من المدينة انت تتحدث عن الغذاء اللي انت بتفضله انا عايز غذاء يبقى سمك مشوي اول واحدة لان اللي بعدها ده مشروف اللي بعدها انا باكل في المطعم ده المكان انا بفضل شرب يبقى ده مشروف برضه انت بتعبر عن رأيك عن المباراة فبطول ماتش حيبتدي الساعة 6ة ولا كل اللاعبين لعب كويس ولا حرس المرمى خد كارت اصفر ولا انا لم استطع ان ارى المباراة بل لاعبين لعب كويس ده تعبير عن الرأي في الجملة اللي بعدها في فودي موندين انت بتسأل صديقك فوترامي أي وسيلة مواصلات ماذا هو يقول وسيلة مواصلات بياخدها هيقول هو بيتنقل بل انا باخد المترو وانا باخد المترو طبعا لان هنا انا بسكن وانا بفضل الصفر في مجموعة مش هتماشي معانا اللي بعدها له باتيسير محل الحلواني الحلواني بردوف الحلواني باتيسير بيسألك عن الطعم المفضل للأيس كريم ماذا هو يقول هيقول لك كيف يكون الأيس كريم ولا بأي طعم تريد الأيس كريم بتاعك ولا كم يتكلف الأيس كريم ولا اين تستطيع ان تشتري الأيس كريم وانا باخدنا التاني انت مؤيد للرياضات العنيفة كاسك فوديت ماذا تقول الرياضة العنيفة سونال غير مفيدة ولا جدي تيست لابوكس انا بكره البوكس ولا الاسكالات ولا الهم موتيفون انها محفزة هاخد كلمة الهم موتيفون طبعا كل يوم هناخد امتحان كل يوم يعني ممكن تلاقوا الفيديوهات كلها نازلوا على بعضها مفيش مشكلة لان انا عملتها مع بعضها كل يوم هناخد امتحان واحد فقط لغير نبدأ ندرسه نرجع نقوله تاني مرة واتنين مع بعض ورجوع عشان اخد افكار اللي امتحانات كلها ما تنسوش لايك للفيديو واشتراككم في القناة يسعدنا واتمنى لكم التوفيق خلاص الامتحانات الرابط